الملائي الأعلى وفي كل وقت وفي كل حين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل أن يسعيدكم جميعا في الدنيا والآخرة لازلنا متواصلين في دروس الأولى متوسط وعادناكم أننا راح نكمل الدروس إن شاء الله عز وجل لتلاميذ الأولى متوسط ما زلنا مع الإنجليزية وصلنا للصفحة الخمسة وعشرون الآن عارنا في الصفحة الخمسة وعشرون الصفحة اللي راح نديرها اليوم نديروا الصفحة خمسة وعشرون والصفحة ستة وعشرون والصفحة سبعة وعشرون طبعا إذا وفقنا الله عز وجل نبدأ بالصفحة الخامسة والعشرون بلما نبدأ بارك الله وفيكم الله أعطيكم الخير من شاهد الفيديو واستفاد منه لرامي استفادوا من الفيديوهات بارك الله وفيكم الله أعطيكم الخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك تعليق صغير على الفيديو وبرتجونا الفيديو في الصفحات في المجموعات مع التلاميذ مع الأسديدة حتى تعم الفائدة وحتى تكبر القناة إن شاء الله طبعا طبعا بعد الاشتراك في القناة. الله يعطيكم الخير اشتركوا في القناة والدعمونا الله يعطيكم الخير. نبدأ بالصفحة الخامسة والعشرون. الصفحة خمسة وعشرون. طيب I put the vowels and the consonants in the right basket I معناه أنا I هو أنا. put أضع. رح تصيبوا بزف كلمة put. ضع ولا أضع رح تصيبوا بزف التمارين ولا في الاختبارات ولا في الكتاب put معناه أضع. I put the vowels. vowels هما اللي عادنا في الفرنسي. نعرفهم اللي اللي كونسينو. هما نفسهم في الإنجليزية. vowels قلنا الحرف في آخر الكلمة في الإنجليزية ننتقوه. vowels consonants أس ننتقوه. مش كما في الفرنسي. في الفرنسي الأس في آخر الكلمة ما ننتقوهش. بينما في الإنجليزية ننتقوه. I put the vowels and قلنا and في الإنجليزية هي و. هي حرف العطف الو. و. the consonants in the right basket. right basket معناه في الصلة الصحيحة. right معناه صحيح. كلمة right معناه صحيح. right basket معناه في السلة الصحيحة. هنا يرم الحروف. مخلطين. the vowels and the consonants. هنا مخلطين. رح نرتبهم. the vowels في السلة هذه. the consonants في السلة هذه. معناه نرتبهم. طيب شام هما لي vowels و شام هما لي consonants. نفس الشي كما في الفرنسية تقريبا. لي vowels لي vowels عندنا خمسة. ها موينا. خمسة لي vowels. nome av. ال A le deutsche e dele O. هذو خمسة vowels. بالانجليزية the i i the i the i i. think reven below ya. intolerant le i then i then i then i then i then i Hugo then i then i مغلب طيب عدنا ل-U كذلك ل-U ليهو يو ليهو يو وعدنا أو 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 يو آي إي وآي خمسة خمسة vowels طيب ما عداهم كامل دي consonants لذلك التلميذ يحفظ لي vowels يشفع لهم وما عداهم دي consonants طيب عليها قسمهم vowels و consonants ليه vowels ضعاف كما نقول احنا ضعاف ما يتنقوش ولا يكونوا ضعاف النطق التاحهم ضعيف بينما ل-consonants هم الحروف القوية هذا هو تقريبا لفق بناته طيب يبقى لنا حرف واحد إشكال في حرف واحد اللي هو ال-Y 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 في الإنجليزية أحيانا يكون vowels لاحظ أحيانا يكون مع ال-vowels وأحيانا يكون مع ال-consonants إشف عليه ال-Y ال-Y أحيانا يكون vowels وأحيانا يكون cansonants طيب متى يكون vowels ومتى يكون cansonants طيب في آخر الكلمة إذا كان في آخر الكلمة في آخر الكلمة ال-Y في آخر الكلمة يكون vowels إشف عليه يكون vowels كلمة مثل كلمة baby بايبي لاحظ كلمة baby ال-Y هنا يوجد هذا ال-Y هنا يوجد vowels على لأن نطقنا E رأى vowels نطقنا E تبدل لنقطع لنقطع ضعيف إذن vowels وأحيانا ال-Y يكون consonant مثل كلمة يلاو لاحظ يا لهو اللون الأصفر يلاو هنا ال-Y ولا ال-Y انطقناه يا تقريبا انطقناه يا إذن هنا consonants إذن وغالبا في آخر الكلمة يكون vowels وفي وسط الكلمة ولا في أول الكلمة يكون consonants بينما هذا الخمسة هذو دائما vowels طيب طيب I spell my name I معناه أنا spell معناه ننطق الكلمة حرف بحرف هذه spell معناه أجزئ الكلمة وننطقها حرف بحرف I spell my name اسمي hello what's your name hello what's your name hi my name is أكرم hi my name is أكرم spell it please spell it please هي أصلها spell it please نديروا A عدنا K عدنا R عدنا A وعدنا M معناه حرف بحرف A K R A M هذه spell معناه ننطقها حرف بحرف هذه الصفحة خمسة وعشرون رحوا للصفحة الموالية الصفحة الموالية هي الصفحة ستة وعشرون الصفحة ستة وعشرون شفح بها my colors my colors colors ياللوان ولما زدنا لها my معناه لت ألواني my colors ألواني أنا my colors الألوان اللي رمدانينهم هنا رمدان لكم ثمانية ألوان عدنا White Black Red Blue Yellow Green Orange Pink White هو اللون الأبيض White لون الأبيض White Black Black معروف اللون الأسود Black Black Red Red هو اللون أحمر أحمر وما تغطروش بالألوان اللي رمهناه في الكتاب لأنه الأنوان في الطبع لما نطبعه الكتاب الأنوان يتبدله Red هو اللون الأحمر Red Red لون أحمر Blue لاحظ كلمة Blue Blue لأ هنا في التالي أنا شغل ما يتنطقش Blue Blue اللون الأزرق اللون الأزرق Blue طيب Yellow أنا أذكرناها عام قبل Yellow هو اللون الأصفر Yellow لو Y هنا ولا لو Y ننطقو Y دوين Yellow إذن لو Y هنا رح كنصيننت Yellow طيب Green Green يشبه لي كلمة Green في الفرنسية Green في الفرنسية هو الرمادي بينما Green Green في الإنجليزية هو الأخضر نتابعه مليح Green الآن هذه التالية ننطقوها Green هو اللون الأخضر Green Orange Orange هو البرتقالي بينما كلمة Orange اللي هو البرتقال Orange برتقالي Orange برتقالي طيب Pink Pink هو الغوز الغوز ولا اللون الزعب العربي الزهري الغوز هو Pink Pink والغوز Pink إذن نعود White Black Red Blue Yellow Green Orange Pink طيب عندنا Color Me Color Me معناه لوني هذا رأيقول لك لوني معناه لوني قم بتلويني Color Me Color Me كيفاش راحين اللونه اللونه على حساب الألوان اللي رامدالينهم بكم وعلى حساب الأسهم التبع الأسهم Green آه Green قناوة الأخضر إذن لو الأخضر رضي له هنا في شعره لحساب السهم Red Red قلناه أحمر إذن أحمر نديره هنا في أنف في الأنف يلاو قلناه هو الأصفر إذن أصفر وين نديره في القفازات القفازات اللي رأي لها بسهم ولا في اليدين يلاو أصفر طيب Black قلناه Black كم نعرفه اللي هو الأسود أسود نديره في الحذاء Pink آه قلناه Pink وغوز لون غوز بالفرنسية ولا الزهري بالعربية الغوز نديره هنا في الصالوبات هذه من الجهة السفلية اللي رأي لابسها Blue قلناه Blue هو الأزرق أزرق في الشيوميزي في القامس اللي رأي لابسه في الجهة العلوية الشيوميزي اللي رأي لابسها Blue اللي هو الأزرق ويقعنا اللون الأخير اللي هو Orange اللي هو اللون البرتقالي نديره في وجهه هناك في الجهة العلوية طيب هذه الصفحة ستة وعشرون نروح للصفحة سبعة وعشرون الصفحة سبعة وعشرون اللي هي The days of the week أيام الأسبوع The days أيام Of the week الأسبوع The days of the week هي أيام الأسبوع I listen and repeat I معناها أنا listen أستمع and repeat and قلنا دايما هي الواو وأكرر repeat أكرر وأعيد I listen and repeat ديب عندنا Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday نهاية الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت Friday Saturday Friday الجمعة Saturday السبت الجمعة والسبت الأحد Sunday Sunday الأثنين Monday الثلاثة Tuesday 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 لاحظ الفرق Tuesday بتي Tuesday وهذه Thursday اللي هو الخميس Thursday Thursday هذي كشغل THA وهذه THA Tuesday Thursday وعدنا الأربعاء اللي هي Wednesday Wednesday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 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 اللي هو السبت طيب واش قال لكم من بعد I read I معناه أنا I read أقرأ and spell the days of the week أقرأ ثم أنطق الكلمات بالحرف كما قلنا spell من بعد spell ما نعنطق الكلمة بالحرف توحى I read and spell the days of the week نختاروا وحدة ونديروا لها spell والتلميذ يديرهم كامل في البيت ولا في القسم مع المعلم مثلا Monday Monday اللي هو الاثنين ما نديروا لها spell M حرف M طيب O اللي هو O O N D A Y نطقناها حرف M O N D A O أو Y O هو O Y نعود M M أو O N D A Y Y نطقناها حرف بحرف كذلك جميع الأيام يحاول التلميذ ينطقها حرف بحرف بش يشفى على الحرف ويحفظها فالأخير بارك الله فيكم بلا من وصيكم استمرارنا في الدروس مرهون بتفاعلكم بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو تعليق صغير كذلك نشر الفيديو بارتاجون على الفيديو أعطيكم الخير وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة